المسؤول الذي يخرج ويستخف بالناس في تصريحاته يعني من جنس ما ذكرتم اللي هو النقطة التاسعة اللي هي في شرح أحوال بعض الأزمات أو شيء من هذا القبيل حكمه الشرعي يعني ماذا يكون؟ هو أقل أحواله أن يكون فاسقا فاسقا بمعنى أنه غير قائم بالأمانة التي نيطت بعنقه ويحضرني في هذا مثلا ما نقل عن وزير الصحة في سودان بالأمس بأنه قال بأن كورونا هذه الصغيرة نحن ما نقدر عليه نحن قدرنا على عمر البشير وأزحناه ما نقدر على كورونا الصغيرة طيب يعني مثل هذا الكلام الذي وجد استهجانا من خاصة الناس من الأطباء والعلماء فضلا عن العامة والهذا أصلا في وقت أصلا منظمة الصحة العالمية صنفته كوباء عالمي لما نقرأ بأن بريطانيا رصدت 12 مليار جنيه سترليني لمكافحة الوباء أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن اليوم بأن ولاية واحدة فيها 100 ألف حالة لما تعلن إيطاليا طوارئ الحرب وتمنع المستشفيات من استقبال المرضى كبار السن واستقبال الأصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطانات وتقتصر على الفئات العمرية الصغيرة من الشباب فمن دونهم إذا كان العالم يستنفر وتجد بأن الرحلات الجوية علقت وأن مطارات ولقت وأن الدراسة في كثير من الدول المنع بل صدرت الفتاوى في صلاة الجمعة صلاة الجماعة تجد مثل هذا الذي وضعه موضع المسئولية يتكلم بهذا الاستخفاف وكأنه يتكلم عن بعوضة حتى البعوضة إذا كانت ملاريا مشكلة يعني نعم لكن الناس عتادوا نعم